موسيقى السلام عليكم ده هيكون فيديو وقم 16 رفصير فيديوهات شرح الكورس الفورتي انالايزر version 7.2.0 طيب هنتكلم نوضع لحاجة مهومة جدا وهي الـ Operation Mode الفورتي انالايزر ليه 2Mود يشتغل فيهم او بنسميهم 2 Operation Mode فاقدر اللي انا اشغل الفورتي انالايزر من خلال 3Mود ونستخدم او إسميق وتضع 것도 فوق الـ المود موضع المود موضع المود المود موضع المود السادة المود موضع الآخر من ان نستخدم المود ده لما نكون نجمع الوج من اكتر من 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 ما عايزين نعمل الوج تطبيق العيزين نعمل ريبروت عايزين نعمل النبار حاته اوتوميشن عايزين نعمل الموضوع ده تمام فبالتالي بنستخدم ايه بنستخدم كمان بنستخدم الفورتي انالايزر مود لو احنا عندنا ناس شغالين تحتنا في الكوليكتور مود وده هنا هتكلمه بالزبط يعني فبالتالي قدي الفورتي انالايزر بتاعنا بيسحب لوج من الفورتي جيت بتاعته بيشتدي يشتغل على اللوج دي لانه هو فيه كل الفيتشا فبيبتدي يعمل بيبتدي يعمل الرئيبورت للوج بيبتدي يعمل والوطوميشين للوج بيبتدي ياركايف اللوج عنده في البرائمير بتاعته وبيعمل علىها كل الحاجة بتاعته فده بالنسبة للاناليزر مود طيب enhancement analyticームود بيقول لك ايه بيقول لك لما الفورتي انالايزر بيشتغل عزى коллектومود هو ملوش غير طائبا تاسكه واحده البقيم التاسك بتاعته اللي هو يفرض اللوج بتاعته من الاجهزة اللي تحت اللي هو متصل بيها ويتخزن عنده بس طب يعن بها ايه? ما بعملش بها حاجة? هو بس بر$ co Chin ou الا بيقدر يعمل ولا بيقدر يعمل анاليسس للتافك ولا بيقدر يعمل اتوميشن ولا بيقدر يعمل اي حال خالص. كل اللي بيعمله اللي هو بيتجمع اللوكس من الاجهزة اللي متبطة فيه ويفضل قاعد مستني والله يا بقى. تعال يا اما, عايز تعمل بها ايه والله انا مريش دعوة. انا جمعتلك ما بعد ذلك كنا ما عاندش حاجة. عايز تاخدها وتبعتها تاني شغال اناليزر مود يبتدي هو يعمل لك ادريسيز اوكي عايز تاخدها انت تاخدها كده تسحبها مثلا بسيكويل او تسحبها باي طريقة ان كانت وتشتغل عليها مع نفسك انما انا لو شغال في الكل اكتر مود انا ما بعفش اعمل اي حاجة خالص طيب اه ايه لازمته يعني ايه لازمته قال لك والله لازمته هنتكلم عليه قدام يعني احنا ليه ممكن يبقى عندنا اناليزر شغال في الكل اكتر مود والله تعالى قدام نوعه في الكلام ده فبيقول لك من الاخر ان هو البرامير تاسك بتاعته هو بيسحب اللوكزي من الكونيكتر ديفايس اللي موجود عليه تمام ويبيئر كايف اللوكز دي كل اللي بيعمله هو بياركايف اللوكزي دي تمام ويبيفضل محتفظ بييفضل محتفظ بيكل مستشفى دي فتاقيبا كل الفيتشور بتاعته بتبقى دي سيبول يعني هو طالما اشغال والكل اكتر مود الى كل الفيتشة بتاعت الريبوت الفورتي سك الفورتي فيو 올라جميع التحليل ولكن jamaisונع في الم Adobe ففيقول لك كل اللي بيعمله τι بيبطي اللي هو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ gecollex منienen�로يية وإدخل لابقى لانت عايز لو انت عندك For you Aviation تاني شغال بيعمل شغال في الاناليازر مود يبطي اللي هو يفرعد للاناليازر مود اللي هو شغال أصلا في الاناليازر مود عشان يبطي اللي هو يشتغل عليها لأن في المود ده مفيش ولا pressure mmm ولا ولا اي حاجة تمام ففيقول لك بيبقى عندك مثلا هنا ولا مجموعة مجموعة من الفورتيجيت مجموعة من الفورتيجيت تمام كل شوية كل مجموعة منهم مipplesar الاناليزر مود ونشغال فيه الاناليزر مود ايه الكلوبريشن اللي بيعملوا بينهم او ليه اصلا نحتاج حاجة زي كده قالك اولا قالك انت ممكن تديبلوي اناليزر مود عند كوليكتور مود في دفرانت فورتي اناليزر يونيت ويبتدوا اللي هم يشتغلوا مع بعض طب يشتغلوا مع بعض عشان ايه اولا عشان يحسنوا البرفورمانس او اوبر او البرفورمانس لللوج ريسيبنج والاناليزز والريبورتك تمام فالاناليزر مود ساعتها هيبقى افلود افلود يعني ايه يعني افلود من نسيف لوج لاني بيش التسك بتاعته يعني هو مش هيستلم لوج يا شباب لما يكون عندي واحد او اتنين شغالين اناليزر مود والباقي اللي تحت شغالين كوليكتور مود فانا مش هشغل اللي فوق اللي هم يجمعوا اللوجز من خمسين ستين فورتي جيت تحت لا انا هشغل الناس اللي شغالها في الكوليكتور مود هي اللي تعمل الكلام ده طب الاناليزر مود لا مهمته الرئيسية انا هحطه على جنب يعمل الاناليزز للترافك يعمل لي ريبورت يعمل لي ارتوبيشن يعمل لي فورتي سوك فورتي ديو وهكذا تمام انما هو بس بيجمع لوجز هو بس بيعمل الاناليزز للترافك انما اللي تحت هم اللي يتشغله باللوجز فبالتالي انا كده اه اه عاليت الاوفر والبرفورمانس بتاعتي با البررفورمانس علفه اعلى لان انا يهمني ان انا لا اعمل اناليزز للترافك بتاعي فهما بدأوا اللي هم يعملوا فوركس اكتر عدات الاناليزز وريبورت جينير ليك اه طيب اه لو حبيت اعمل مقارنة كده ببين ده وده يعني الاناليزر مود شغل فيه ولكوليكتور مود شغل فيه اول حاجة بسيطة موجودة في الاثنين بسيطة موجودة في الاثنين الـ 40 view الـ Look view لا الـ Look view الـ Event management الـ Monitor device الـ Reporting الـ Setting System الـ Looking Forwarding الـ Setting System لابدت لابدت لتكون في كل مود و الـ Look Forwarding هذا خطبي متشربة من الـ workout أو من الـanaizer فلازم حاجة تكون موجودة كيف يمتعله مع بعض سيناريو الـ هذا الـ BeB Bren و 1W و 1W قوتي بإمكانك اللي انا جمع من التاني كمان. فاكيد انا مش مش هشغل اللي هو الرئيسي بتاعي اللي هو يروح بعبر او يروحشه فيجيب اللوكز ازاي. فانا بقول خلاص والله انا عندي احط هناك فورتي انا ليزا بس هخليه وعايزه اللي هو يبتدي اللي هو في الاخر يبعت هالي اه لي بتاعي الرئيسي او الهد كواتا. والهد كواتا هو اللي يبتدي يعمل له ويشتغل عليها. فده بالاكتر السيناريات اللي احنا بنستخدمها اللي انت لو عندك اكتر من فرانش والموضوع احنا مش بيبقى فرانش او اتنين بيبا تلاتة واربعة وخمسة ومية ومئة واؤتين وتلاتة وارقام كبيرة. فبالتالي انا مش هروح احط في كل في كل فورتي انا ليزر في كل مكان فورتي انا ليزر شغال 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 انا ليزر مود يعني هخش ازاي على كل ده. فبالتالي انا عايز واحد بس شغال انا ليزر مود وعايز الباقي يشتغلوا اا اا يبتدوا اللي هما يعملوا اا اا قليكتر الليجز دي ويبتدوا يبعطوها لليشغال انا ليزرمو د في الهت كوارتا يبتدى اللي هو يعمل لها ويبتدى انا عندي كده فول فيو للهيجز عندي موجودة في الهيت كوارتا. طيب خانيينا كده نبص على الموضوع ده ازاي اعملو او ازاي عدل فيه. انا هنا عندي الفورتي بتاعي لو بصينا هو شغال با انا ليزر مود وهو شغال با نسخة ان اليزر مود يا في system setting وجيت قلت خلاص انا احوالي الكلكتر لكلكتر مود والتالي اشتغل كده هيبتدي اللي هو يقولي خلاص انت كلكتر مود دلوقتي هبتدي اللي انا اجي هنا على الداشبورد بتاعتي مش هلاقي بس الوقف ومش هلاقي system setting ودفايس بنشر اللي احنا قلنا عليها وفي system setting هلاقي اللوقفوردنج اللي انا قلتلك علي عشان لو انا عايز اقد سيرفر اقول له ابعت اللوقز دي لسيرفر ثانيا عشان يبتدي اللي هو يشتغل علي اللجز دي انا بحدد انا هشتغل ايه هشتغل ايه هشتغل colector mud انا محتاج ابيol الزبط colector mud ولا analizer miss نبحتى أربط للجهزة وبعضها العشان تت inject به بتاع يبتدي تعد عندي ريبوت ي simplify كل ده مصير آأها استغائية ربعة التي ا загنید Woods شخص نحتاج الموضوع او لا عندي او لا عندي واحد بس عندي مثلا داتا سنتر او كلاود بروفايدو يا جماعة بيبقى انا عامل صرفات للناس عندي في الصرفات للناس عندي بيبقى فيها اكيد سواء فورتي جيت او او حاجات كتير فبالتالي انا مش عايز بوكس واحد يبتدي جميعلي كل الموضوع ده لا انا عايز مثلا هحط مثلا لكل مثلا لكل مجموعة من الاااا من الكسطوم يجمع من الحاجات ديه يبتدي يديها للانريزر مود ليه عشان ما اشغلش الانريزر مود باللوية فبالتالي البروفورمانس بتاعتي يحصل فاهدك تمام فمقدرش اللي انا كاريت ريبوت لان عملية كريتر ريبوت برضك بتحتاج لو انت عندك لكز كتير بتحتاج بوسس كتير عملية برضك الحتة اللي هي الوتوميشن لما ناخدها ان شاء الله بتحتاج برضك بروفورمانس او بتحتاج سي بيو ورام كتير فبالتالي انا لو شغلت البوكس بتاعي وكان المين بتاعه اللي هو بس يجمع يجمع لوجزه وكمان يعمل الاناليسيس والكلام ده هيبقى الموضوع صعب وبالذات لو انا بستقبل كم هائل من اللوجز يعني الموضوع عندك بيه فبستقبل كم هائل من اللوجز فده كان باختصار الوفيشن مود بتاعي اشتغل اشتغل انريزر مود احنا في الكورس بتاعنا هنشتغل طبعا كله ممكن ان شاء الله ممكن قدام ولا حاجة او في اخر الكورس نبقى كده نجرب حتة الكوليكتور مود دي ويبقى عندنا كوليكتور مود كده في برانش ونبعت وهكذا وممكن ان شاء الله نبص ده في ايه اخر الكورس ده كان باختصار الوفيشن مود بتاعنا لو حد ما تاجه اي حاجة ممكن اتواصل من خلال اللينكات دي السلام عليكم ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد اشتغل اشتغل القناة